هذه الحلقة برعاية أساسنس كريد أوريجنز على أكس بوكس ون أنا ليس شخص أنا ليس شخص أنا ليس شخص ومعاي رواح المعيقل هلا والله يا شباب كفحالكم رواح المعيقل ومعاي أحمد الأحمري حبيب ألف طب سوي باساراون بره نقط ساعة ونصف طيب قبل لا نقول فقرات البودكاست المعتادم أيوه وقبل لا نروح لأشياء اللي سوناها لأسبوع اللي راح في عندنا شي مهم جدا ونبين ورسالة جميلة جدا للمجتمع بشكل عام نحن ندعم جمعية زهرة لمكافحة السرطان أو عفوا جمعية زهرة للتوعية بسرطان الثدي أيوه أيوه طيب الجمعية هذه طبعا قديمة ما شاء الله عليهم ناس مشتهدين جدا يشتغلوا علشان يعني يزيدوا الوعي لسرطان الثدي ودائما الفحص المبكر يعني مفيد جدا يعني عشان يعني الواحد يتجنب عواقب وخيمة لا قدر الله طبعا هذا السيدات والفيميلز البنات والسيدات حتى الرجال ممكن يدعمونهم برضو حتى الرجال ممكن يدعمهم سرطان الثدي بس هو عام أكثر عند النساء عند النساء فالفحص المبكر دائما يعني ممكن قد ينقذ حياة ناس كثيرين وكذلك برضو يعني الأسرة كاملة يعني مش بس حياة أشخاص ونحن ندعم هل جمعية ونحن ندعم الجمعية هذي طبعا وهما في عندهم ظهر في أكتوبر ظهر شهر شهر توعية دائما المفروض اللي لابسين بينك هنا البينك ربن هذي حقتها واحد قال لي يلبس بينك لو قتلي أحمد والله والله بالعكس عندنا كيربي بينك ما يقدر ألبس كيربي ولا بدن يموت وكله أخص الخشجوت أخص بألبس كيربي هنا هو اللي قاعد يزمط روح طيب برضو يعني التوعية ممتازة جدا دقائق تسو سنين هذا واحدة من الهاشتاقات دقائق تسو سنين صحيح فالله يبعد عننا وعنكم وعن من تحبون أي مكروه طيب فقرات البودكاست المعتادة عندنا أول شي بنبدأ بفقرة ألعاب لعبناها وبعدين بنمر بفقرة الضيف عندنا الضيف اليوم بس ما رح أقول لكم منهم أيوة ولا لا لا فقرت الضيف قبل الألعاب لعبناها صحيح عشان فيه ضيف عندنا وبعدين ما شعر سيستم القديم نعم 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 لن اشترك نعم 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 نفس نعم 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 لنعم رك oblivion فلوس كثير اكثر الجهات اللي ممكن تسوي الشيء هذا ترى تضعف وتبعنا بعدين ترى هذا الشي يفيدكم انتم يمكن يفيدكم انتم اكثر مننا لا لا انا مستهلك انا اعتبر نفسي مستهلك انا مستهلك انا اشتري اشياء بنفسي يعني قول انه فيه رفيو كوبيز وفيه متش بتتوزع بيننا احيانا تيجي الواحد ما تيجي الثاني احنا في النهاية قاعدين نشتري كل الجيمز تقريبا احنا قاعدين نقدموه للمجتمع انه هذي فيه مسؤولية انه احنا نحاول بقدر الامكان انه ننقل تجربة انه ننقل الخبر انه نسلط الضوء على لعبة كويسة يمكن ما اخذت حقها انه احنا نحاول بقدر الامكان انه الالعاب وصناعة الالعاب عندنا تكون تاخذ حقها بشكل مناسب فشي كويس انه احنا نساعد او نساهم في انه احنا نسهل عملية دخول اي شركة عشان تعطي حقها للسوق بس هذا اللساءة احنا اذا اي شيء مفتوع احنا ما راح نكون ما راح نخبّي الموضوع ه هذا يعني واضحة الحين مثلاً هنبيّنوه كدعاية كأعلانة بودكاست مثلا هذا المنح برعاية شيء اساسسisee origins orxabox1 صحي فهذه اوكي هذا دعاية واضحة وعادي دائما نقول انه حتى المثلا الجائزة هذه مقدمة الحلقة هذه مقدمة وى الحلقة هذه برعاية كده ما في شيء تأكد يا عزيزي المستمع والمشاهد أنه إحنا ترى يهمنا أنه نقدم شيء يليق فينا إحنا كأشخاص وكألعاب كشبكة ألعاب وما راح نغش أي أحد علشان برضو ما نغش أنفسنا إذا غشناكم في شيء فإحنا غشنا أنفسنا إحنا رخصنا من قيمتنا أنه فعلا أعطينا نصيحة خاطئة ونحاول بقدر المكان أن نكون حيادين ونعطي أرائنا حتى أرائنا شخصية ونكون حتى نقدم أرائنا شخصية بطريقة يعني ممكن إن شاء الله أنه الشخص اللي يسمع واللي يشاهد يعني يستفيد بإذن الله طيب ماريو 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 خلصتها صحيح عشان قيمتها برضو قيمتها نعم هذا واحد من الشال المهمة اللي لازم تشوفوها في الموقع شوفوا تقييم أحمد أحمد كان في حرب باردة بينه وبينه على مصر التقييم أنا كنت أتكلم أنا خلصت اللعبة بدين قمت ألعبها زيادة بس أنا لما خلصتها قاعدت أقول كلمت شباب كلمت حتى أصدقائي في الإعلام برضو وقاعدنا نتناقش نشوف يعني وش فيه وش ما فيه أنا كنت يعني محتار أني تكون متازة متازة ولا تكون إبداع بسبب أنه اللعبة فيها أقمار هذا في اللعبة الرئيسي أنك أنت تجمع هالأقمار المونز اللي موجودة في اللعبة ففيه مونز مرة مرة كثير في اللعبة فيه ممكن فوق ستمية وفوق ثمن مية على شلون فأنت اللي تحتاجها عشان تخلص اللعبة عدد مرة أقل بكثير فممكن أنت تمر في تجربة مثلا مرة خرافية ممكن تمر في تجربة أوكي منتازة حلوة يعني فهمت ما رح يقل عن ذلك ليش أنا أقول هالكلام وش اسمه بعدين كملت زيادة في اللعبة لأن أنا أعرف ألعاب ماريو ألعاب ماريو كثير منها يكون المحتوى اللي أنت تخلص فيه اللعبة محتوى ممتاز لكن اللي يجي بعدها أو الأشياء اللي ممكن تكون فوتها شي شي خرافي شي يعني تقول واو اللعبة هذه استحبال فرجعت ألعابها زيادة اللعبة يا أخي تحس أنهم مفصلين تفصيل تعلم يقولون لك تفصيل باكستاني أنه يفصل لك ثوم مزبوط كذا بتتكو والله أول مرة عارف تفصيل باكستاني أنا أسمح ترمي فأنه تفصيل مرة دقيق وممتاز بالملي أي فهذه اللعبة المراحل تصميمها رائعة جدا جدا يعني دائما دائما شفتها في شي اسمه بلاث دوالد شرون كل شوي تروح تقول اوه والله هذا مشكلة في شي ولا هذا في شي في هذا الفيلنج هذا هذا الإحساس هذا موجود في ماريو عدسين بس يعني يجي العيب اللي موجود أنه بعض الأقمار تلاقيها بس كذا موجودة يعني ما تحس أنه كان في تحدي أنك تتجيبها بس فإذا تمشي تلقى تلقى واحد أي بس في في بعضها صعبة في مو بعضها كثير منها تلاقي والله شلون أنا وصل لها يا أنها بالألغاز ما تعرف شلون توصل لها يعني أنا لقيت مثلا في في عمود وعليه شسمه علي كرتون ما تقل تكسر اللي بطريقة معينة أنك تركب زي الأسد بس أسد ما يرقى فوق همت شلون؟ شلون بجيبه؟ إلا الآن أنا محتر شلون أجيبه همت شلون؟ شوف أنا بقول لك عن نقطة هذه تحديدا تجربة اللي يلعب هذه واحدة من المعادلات الجميلة جدا اللي قاعد ألاحظها في ألعاب نتندو مثلا تجربة بشكل واضح تجربة مثلا عندك لعبة زلدة Breath of the Wild اللعبة هذه اللي بس يخلصها عشان يجيب لك مثلا في الخمسينات Shrines اللي يجابها وخلص اللعبة خلص خلص الرؤسان الرئيسيين وخلص اللعبة تجربته غير تجربة اللي قاعد اللي عدت ثمانين Shrine هم تقصين؟ هذا أنا عندي رد لها على قل في زلدة تقريبا كل التجارب اللي حتمر عليها تستمتع مرة باللعبة تقول لها لعبة أخرها فيها مرة في ماريو لا ممكن أنت تمر في تجربة تقول أنها ممتازة لعبة بس مهي بشي خرافي وممكن تمر على شي أشي خرافية أرادش؟ بعدش كذا أنا حطيت نصيحة حتى في التقييم حطيتها تحت في الأحمر بعد قلت نصيحة أنه يعني خذ راحتك مع كل مرحلة خذ راحتك مزبوط تريد تخلص اللعبة لأنت ترجع لهم بس أهم شي أنك لا تفوت المراحل والأقمار اللي فيها على أقل جب يعني ثمانين بالمئة من كل مرحلة شوف في شي مرة عجبني أنا في اللعبة صراحة وانبهرت في كمية الحرية اللي موجودة في في طرق اللعب يعني الموجودة مرة كثير يعني لما تجي ترجع مثلا في تنويع الجيم ميكانيكس أو ميكانيكية اللعب إنه كنت مثلا تتحكم بطريقة معينة وخلاص تتهى الموضوع أتذكر بعدين من أضافوا يوشي في سلسلة ماريو تغير شوي اللعب وطبعا تختلف من اللعب الجزء الثاني لكن مثلا دونكي كونغ أخذ الموضوع لمرحلة مختلفة اللي هي سالفة الماونتز كيف أنك تركب مثلا على وحيد القرن كيف أنك تركب على فهمت قصة أنه كان يعطيك برضو ميكانيكس مختلفة سالفة ها قصة تنوعه في اللعب ايه تنوع في اللعب ايه هذي عاد ما يحتاج في اللعب وانا قل لك هين عندك مثلا تذكر البارلز هذه البراميل كيف أنه كانت بتحطيك شوي بعد آخر وشفنا الشي هذا يطبق واتطور مع الزمن في العاب كثيرة مرة في اللعبة هذه أخذوا موضوع تنويع لمرحلة مختلفة تماما صراحة صحيح يعني سالفة الطاقية وأنك انت في شخصيات مرة كثيرة تقدر تركبها مو بس شخصيات تتلبسها حتى يعني عامود أدوات أدوات أشياء جماد أثاث جماد وبرضو أشياء مفقات برضو فلما تجي تشوف كيف أنه في كل واحد تتحكم بطريقة مختلفة سالفة مثلا الصاروخ هذا لما تركض وكيف أنه في العالم اللي أنت فيه هذا كيف تتعمل فيه مع الأسد هذا الحجري كيف على الثلج كيف لما تبغى تدز مثلا في أماكن معينة وتبغى تأخذ مثلا البربل كوينز هذه البشار البروش البنفسجية شوف كيف أنت لما تجي تروح في أماكن اللي هي المفروض أنه الأماكن المخفية في المرحلة تروح فيها وكيف أنه طيب لو تجي تأخذ مثلا النوت هذه النوت الموسيقية وإذا تجي تبتجمع كيف تكنيك متى تضغط فرامل متى تسرع توقيت توقيط البلاتفورمز اللي موجودة فيها أعطتك حرية وخيارات تحس كذا يعطيك إحساس إنه هذا حقيقية هذا مولعب ليس كذا كل الخيارات تضبط العالم كرتوني أغلب الخيارات تضبط يعني تيجي مثلا تلقى شي بعيد أنت تلاقيه مرتفع على شيء وتقول والله خليني أجرب أجيب شغلة ثانية طيب وأنقز منها ومادل وش أسوي تضبط فهذا شيء بفركة أنه تحس أنه عاملين حساب لكل شيء طبعا في أغلب الأوقات طيب يا أخي خيرا لما شفتك تلعب وما لعبت اللعبة في شيء أنا ما أتقنته إلى الحين موضوع الأماكن البعيدة اللي تشوفها وتبغى تسوي في نطلات جديدة هما سوها في الجزء هذا عشان تستخدم الكابي كابي الطاقية فأشوفك أنت تسوي حركة أنك تنطل النطة البعيدة هذه بعدين يكون في الطاقية وتنطل فوق الطاقية ويعطيك مسافة أبعد في النطة أو في القفز ما عرفت أسويها دي بلق ستي ممكن تعلمني أنا أقدر علمك أنا ما لعبت اللعبة أرمي كابي أركض كراوتش أضغط النطة لا 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 ما هنا المشكلة أحيانا تعديها هو هو يسوي شي مرة صعب وبعدين جاعد عزيز الحديثي ذاك اليوم وشوف كذا ترك ترك سواها كنت سهلا لما لعب اللعبة حسويها لعب اللعبة حاول حاول سويها حاول سويها لحظة أبغاشوفها مرة ثانية أنا أنا علمك من جد زلاب على حسب إذا كان شيء مسافة مرة بعيدة طيب غير اللي يكون مرة مرتفع اللي بعيد تقل تسوي اللي هي النطة اللي تعطيك مسافة طويلة اللي وانت تركض تضغط زياله قدر وبعدين تنط ايه هذا موجود 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 في نزال قديم ايه لما تسويها قبل اللي ينزل عرفت عشان انت تبغى تكمل لنك تمشي قدام قدما تنزل شوي ترمي الطاقية أول ما ترمي الطاقية تسوي دايف كيف الدايف هذه ايه الدايف هنا يختلف عن علعاب ثانية أول الدايف اللي هي النطة اللي بيدينك حيب كان لما انت تكون في الهواء بس تضغط اللي يضرب عرفت على اي لعبة تضغط اللي يضرب خلاص عالطول ينط النطة هذي هنا لا مختلفة لأنه اللي يضرب هو الطاقية ما عرف تسوي عرفت لا تسوي بعد ما ترمي تضغط تريجر زي وبعدين تضغط اللي يضرب كانك بتسوي جرام باوند ايه عرفت اللي لما تنط نطة القوية ذي اللي تقعد على الشي ايه تقعد على الشي بس بقوة كي تنزل فش اسمم وانت تسويها خلاص اول ما تسويها على طول التضغط اللي يضرب يصير ينقز على الطاقية والطاقية بتنقزك زيادة طيب عموم بعد الحقق باخذ كورس لديك سريع بس خلنرجع مرة ثانية الاشياء الحلوة اللي في اللعبة صراحة التنويع مو بس في طريقة اللي في طرق اللعب التنويع برضه في العوالم او تنويع في الملابس تنويع في الموسيقى المناطق هذه والكينغدومز تنويع في الاعداء اتعب واقول تنويع ملكة التنويع اللعبة هذي صراحة مهي ملكة التنويع هي نوعت بشكل خرابي بس نهي ملكة التنويع مين ملكة التنويع الجالكسي 2 احمد ملش هناك الكرياتيفيدي كانت جبارة وكان فيه سقف عالي جدا في التنويع بس التنويع اللي في الجزء هذا ما في جزء لماريو أيوه في عدد التنويع اللي موجود في كمية التنويع اللي موجودة ما فيه جزء الماريو موجود في كمية التنويع أقلي اقول لك غالكسي 2 انا لعبت غالكسي 2 وأنت Lعبت غالكسي 2 والناس كلها عابت غالكسي 2 أنا لعبت أنا أقول لك زايد في الموضوع يعني الطاقية عطتك خيارات مرة كثيرة هذا اللي أكسده صحيح يعني تتغير شخصية ماريو في غالكسي في عندهم يوشي كان في يوشي مليان 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 مرة في النحلة نحلة في الفاير حتى يوشي كان في يوشي يأكل شيء يوشي الحار بسرعة أو يأكل شيء ينور مكان كان مرة لا لو عديتها كلها ستجدها أقل من هذه بس هنا برضو في أشياء بالنظر بس خلينا علمك يمكن يكون أكثر لكن ما هي مستخدمة كثير يعني مثلا أنت تقدر تشوف مثلا بلوعة حلو؟ الفتحة حقتها طيب تقدر ثرمي الطاقية عليها وتحركها حلو؟ خلاص بعدين ما تلقيها مرة ثانية تفهمش قصتي؟ أو أنك تلقي زيها نفس فكرتها بالضبط بس على شكل غير عرفت؟ تلقي مثلا صنم ولا مدري إيش مثال في أشياء تحركها في أشياء تتحكم فيها وتلعب فيها نعم هناك شيء يتحرك و هناك شيء تتحكم فيها و هناك شيء ينقلك من مكان لمكان مثلا نعم هناك شيء يعطيك هو أنك تتطلع وتشوف يعطيك يعني لازم أحمد تقر أنت خلاص اللعبة لازم تقر أنه حجم التنويع اللي موجود في طرق اللعب في الجزء هذا أكثر من أي جزء ثاني أنا أخلص اللعبة و أخلص غالكسي 2 لسه أقول لك أنه غالكسي 2 فيها تنويع أفضل أنا ما أقول لك أفضل أفضل وأفضل حجم التنويع حجم التنويع أكثر أم أقل لا حجم أكبر حجم التنويع في ماريو غالكسي هل أنت خلاص اللعبة يا أحمد؟ لا خلاص بعد التشيير نروح بيت أحمد نفتح كمبيوتر نقلمتك طبعا غض النظر حتى لو أنها كانت أكثر في ماريو و أوديسي فأنا أشوف حق غالكسي 2 أفضل لكن عموماً هو في النهاية اللعبة أنا أعطيتها بداع لأنها يعني لسه أبهرتني أكثر من أي لعبة ثانية من طبعا غير براثة الظوائل أبهرتني أكثر من الألعاب كثيرة من هالسنة و السنوات اللي قبل كلها أحمد أنت السنة هذه قيمت براثة الظوائل ماريو آجسي و هورايزن زيرو دان بريسونا 5 كلا نفت وتمزي و راسيب 7 أنا قاعد أوزع أبداع كذا كذا قاعد أسوي بس لا بس خلينا ألعاب السنة هذه تراها شي مو طبيعي تستاهل هال ريتنجز أنا والله كل شوي قاعد يقول يوه بأعطي السورية زيادة بسرية أبداع هيه هو شوف الألعاب الأبداء أحمد ياخذها ألعاب متازة وتحت أطنيها أنا حسناً حسناً بين اللعبتين هذه بغض النظر أحنا ما نبغى نستعجل ما نبغى ندول في الكلام لا نبغى ندول في الكلام خليك نقل عن لعبة نفسها أنا قصي أنه ما نبغى نستعجل في التصريح أنها أفضل ولا مو أفضل هل هي game of the year أو لا خليها بعدين هذا ليس أنت يبغى لك الموضوع أي لعبة تلعبها بعض الأحيان يبغى لك وقت علشان بس تحلل أشياء ثانية صحيح بس اللي أبغى أسأله مثلاً في اللعبة نفسها زي مثلاً موضوع الصعوبة الصعوبة أنت قلت أنه ممكن فيه ناس يخلصوا زي اللي في غالكسي والسوبر ماري وول أنه احتياجاتك أنك تخلص اللعبة مو كثير مرة المون أو الستارز الصعبة تحتاجها سكلز مرة عالية قدرات مرة عالية وتدريب وفن ومهارات دقيقة هنا حطوا لك شيء إضافي اللي هو الإيزي مود اللي يساعدك هذا واضح أنه موجه لأطفال أكثر شيء يعطيك أسهم كذا على الأرض يحط لك أسهم على الأرض أنه وين تروح هذا باين أنه لأول مرة يلعب أول للبزارين برضو لما تجي تطيح ما تعتبر أنك ميت بس ينقص لك واحد من الهلف اللي عندك الطاقة اللي عندك ويعطيك أصلاً طاقة ستة بدل ثلاثة أنت تاخذ في العادي ثلاثة وبعدين بضعنا تلقى قلب عليه تاج يزود لك يا خليها ستة بس المدة محدودة يعني لما تنتقل المكان المكان يمكن تتغير أنا ما أذكر وسأنه لو نقصت عن الأربعة خلاص ستروح عنك ولا ستأخذ مرة ثانية عشان تخليها ستة فهذه التغييرات يعني ما كانت يعني تسهل اللعبة أكثر للناس أنا خلينا أتكلم عن الوضع العادي هذا يمكن يمكن أسهل ماريو لعبته مرة مرة اللعبة سهلة بس إيش أنت مستمتع وأنت هي سهلة عرفت تشوف الشي حلوة كذا قدامك تستمتع وأنت قاعد تناقز من هنا ومن هناك شف أنا بختلف معك موضوع أنه أسهل ماريو أنت ملذل أنت جاي ملذل أنا قاعد أقارنها بماريوز الثانيات لا أشوف أنها مرة سهلة لا كانت سهلة والله أسهل وأنا قاعد أحاول ألعب يعني لا تقارن موضوع النجوم والنجوم بالمونز لأنه كثرة المونز لا لا بشكل عام بشكل عام أنا ما أشوف أنها سهلة مرة يعني في تحديات أسهل من ألعاب ماريو ثاني في لعبة ماريو بنسبة لك أسهل من عادسي يعني عشان يقدر يفهم كأحمد والله يشوف أنت حشرتني كده حشرني دازم أجيب الأسهل منها ممكن تعطينا جواب السبوع الجاي ممكن لا لا أعطيك الحين نعم أعطيك عندك ماريو ماريو برودرس 2 يمكنك قصده هو 3D ماريو ليس 2D ماريو تحجير زيادة لا 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 حتى لو كان 2D ماريو برودرس 2 صح هي من أسهل غالكسي 1 غالكسي 1 أسهل أنت ناسي غالكسي 1 أنت ناسي غالكسي 1 أنت مره ناسي أقول لك ليش أنت حط الفيرستران اللي هي سريع سريع اللي مو تجميع أسهل لما تبغي تروح الليفل الثاني اللي هو تجميع ما تجميع هذا اللي تبدأ تخشف الأشياء الصعبة أنا أقول لك الثنين كلهم أدسي أسهل طيب على تجربتي أنا يمكن أن الأشياء اللي موجودة أنا أقدر أتمكن فيها أكثر من الألعاب الثانية بس أنت العكس ما ندري بس أنا أقول لك تجربتي هي أسهل واحدة مع أني مستمتع فيها مرة اللي صدق صدق كان مرة سهل وما لا داعي يكون مرة سهل الزعماء الزعماء سهلين 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 شيء مطبيعي بوسز بهم مرة سهلين مرة سهلين مع أنهم أشكالهم رهيبة بس سهلين سهلين مرة صحيح بس يمكن واحدة واثنين اللي مروا علي كانوا أنا أعتقد أنه البالنس اللي قاعدين يسووا أنه يبدوا يسهلوا لك شوي اللعبة علشان الناس أكثر تقبلها وتقدر تلعبها وتستمتع فيها أكيد هذا المرسل وفي نفس الوقت الناس اللي يدوروا الصعوبة أنت قاعد تستمتع أنت ما أعطيتك شيء مرة سهل مرة لدرجة أنه في متعرف يعني مثلا كل واحد له طريقة له تكنيك مختلف من الوحوش عنده موفز معينة وتختلف الحركات تقاعد تسويها طريقة ضربه أنت فنان يعني هذه خلصية منها إن شفتك وانت قاعد تلعب ما شاء الله عليك مهاراتك كويسة متى وانت قاعد تلعب ماريو 35 سنة بس يعني شوف هي أو خمسة شي لعبة لعبة عظيمة صراحتا وفعلا يعني هذه سيستم سيلر هذه تشتري الجهاز لو ما في لعبة غيرها مع أنه فيها لعبة ثانية مرة كثيرة يعني عندك زلدة كمان يعني بس بس هذه يمكن تكون أكثر قبولا لفئات مختلفة من اللي يلعبون يعني كل العمار كل اللي يحب الفيديو جيمز اللي ما يحب الفيديو جيمز بيستمتع فيها صحيح بتعيش تجربة مختلفة بتنبسط في التغييرات والتنويع اللي موجود في العوالم في الكاركترز كل شوي تدخل جو معين من الأشياء اللي تتلبسها وتلبسها وأنك تتحكم فيها صحيح أنا أشوف فأنا أقولك إحنا تكلمنا كثير عن السلبيات بس هاي ترى السلبيات كلها يعني أنا بس أقارن مع وش السلبيات اللي قلناها قبل شوي سهولة شوي السهولة عندك تخلصها بسرعة وليسا باقي مدري كم قام مار ايو في بعض بعض الناس اللي تتسوي لهم كابتر ايو شسمه تحكمهم يكون مرة كده بلخبات عرفت ومو مضبوط زي الديناسور بس الكويس انه في الديناسور انه أصلا ما تمشي أماكن كتير يعني ما يعتبر رعيب يعني كبير مرضى ومثلا الكوبة تروبا اللي يرمون الشي اسمه مطارك المطارك السلاح هذول اللي يرمون المطارك أو سوري مو كوبة هذول هامر بروذرز هامر بروذرز هذول كل ما تمشي ينقزون لحالهم هرفت صحيح انه كنت تقدر تنقز هو في الهوى النقزات الصغيرة تقدر تنقز نقز كبيرة لكن حسيت مزعج شوي في بعض الأماكن بس كلها هذه يعني ما هي اللعيب اللي يخليني أكره اللعبة هرفت يعني عادي تمشيها لأنه ما تحصل واجد ولا هي اللي يخصبونك عليها مرة كتير غير كذا المونز هذه ما ذكرتها في الريفيو بس ما حسيتها أنها يعني أن تكون جديرة بنذكر عرفت اللي هي المونز عايب ولا إيجابية لا لا سلبية سلبية المونز بعض الأقمار هذه يعني تلقاها على طول قدامك يعني ما فيها كثير منها ما فيها تحدي فهمت بس تروح تلقاها خلاص فهذه هذه شوية ضيقتني لكن بعدين لعبت مونز زيادة كانت حلوة فنستني كل عموما نتكلم عن إيجابيات في اللعبة يا أخي المناطق هذه الكنجدومز هذه بنتكلب يعني في ماريو احنا تعودنا مثلا يكون مرحلة كلها خضار مرحلة كلها يعني زي البركان يكون في لافا ومدر إيش ومرحلة مثلا يكون ثلج ودين مرحلة يكون بيت أشباح ومدر إيش كلها تتكرر مع أنها تتكرر بس كانوا يغيرون فيها تغيرات حلوة أرافت دائما دائما كده يبدعون فيها يبتكرون فيها لكن هالمرة لا سووا تغييرات تامة حطولك الصحرة ميب زي الصحرة العادية حطولك أصفح هطولك المترو كينغدوم نيو دونك سيتي هطولك عالم حقيقي في اللعبة يعني ومسجينها بطريقة مرة حلوة يعني ما تتخيل المسج بين الواقع مع الخيال الكرتوني هذه أنا ذكرته في الروفيو ما تتخيل أنهم تزبط لأن الألوان تختلف هنا ما أدري شنون يعني سحرون فيها أرى شنون فيها مثلا غابة مع ما اسمه مع المناطق الحديدية هذه اللي حطين الكياها شي شي يعني مرة مرة خرافي في واحد من الشغلات اللي فيها تنويع من اللعب سالفة الأيت بيت ستايل اللي تكون على الجدار هذي اللي ماخذينها من لينك بتوين وورد تكون كأنها سولماري القديم سولماري بروذرز هذه برضو من الشغلات اللي حلوة هذه حطوها بطريقة فخمة مرة 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 هذه هذي هنيهم عليها معنا كان ودي انه يعطونك الخيار انك تتحكم بالديب هد فيها بس ما تقدر ما تقدر ي نعم ما اسمه مشكلة كبيرة يعني اللعب فيها ممتاز غير كذا في شي أنا ما ذكرته لكن برضو ما رح أذكر بالاسم يعني لكن اللي يحبون ماريو واللي لعبون ماريو بتجيكم فاجآت مرحبا طيب شوف أنا ما ودي أطول أكثر من كذا لأنه إن شاء الله بنتكلم عنها كمان حتى الأسبوع الجاية توقع أني بتتكلم عنها والشباب يتكلم عنها كمان أنا لسه ما لابت لازم اي 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 يعني انت تأخذ بعد شوي بحاول على طول طيب بالنسبة للناس اللي ما عندهم سويتش يشترون يشترون يلعبون ايش كنت ستنى بالنسبة للناس اللي يقولوا يا أخي هذول الفان بويس حقي النتندو وعشرات ولعبة أوفرهايب ماخذ أكبر من حجمها يعني أوكي لعبة حلوة بس ليش ماخذ كذا كل الازعاج هذو بجونك الناس هذولي فكل مكان سواء على ألعاب ماريو ولا ألعاب سوني يعني ألعاب مثلا هورايزن ولا انشارتد هذا في مثل مرة يعجبني يقولك الإنسان عدو ما يجهل في ناس كثيرين بس في ناس مثلا يلعبون كل ألعاب وكلهم فلا بيجونك في كل مكان صراحة زي كذا عادي يعني الواحد يشتري اللعبة اللي تعجبه ويستمتع فيها إذا أنت ما تعلمك ماريو خلاص إذا أنت تحب الفيديو إذا أنت شغوف الفيديو وتستمتع وتعيش تجارب جميلة جدا في عالم اللعاب الفيديو صعب أنك تتحرم نفسك من متعة تكون جودتها مرة عالية وطريقتها مختلفة يعني تجربة ممكن ما تلاقيها في أي شيء ثاني هنا المقصد أنه ماريو لما يلفل وزي كذا يعني يسيبك من ماريو 3D World خليك منها إنساها مقارنة بجالكسي وآدسي هذول 64 هذول ثلاث أجزاء في 3D World في 3D ماريو نرى أنهم قاعدين يقدموا شيء مختلف تماما في كل مرة تجربة تحس أنه لازم تأخوضها مثل مثل جير 5 مثلا مثل جير 5 كانت من التجارب التي إذا أنت فعلا شغوف وتستمتع بعالم لعب الفيديو لازم تلعب لعب اللعاب هذه كم تقصي هذه اللعبة من اللعاب لازم مثلة الأذواق لازم مثل الأذواق لازم تستثني تقول حسنا على حسب ذوق الإنسان رغم أن أنا أرى أن لو أعطيتها فرصة لازم فرصة زلدة لو أعطيتها فرصة المشكلة فيك تذكر موضوع المشكلة أن أحيانا لا لا المشكلة فيك لا رغم أن أرى هذا لكن لا تريد على أراء الآخرين وعلى ذاقة الآخرين كل ألعاب الفيديو ماريو أحس أنه صعب أنه أحد ما تعجبه إذا فعلا هو كان صادق مع نفسه وقال أبغى أعطيها تجربة عادلة شوف ماريو ليش ماريو ناس أكثر يلعبون لأنه سهل الواحد يمسكها ويلعبها للعبة هذه أي جزء من ماريو تقريبا يعني جذابة شوي بألوانها ويعني الناس ممكن يحبونها أكثر من الألعاب الثاني للعب الثاني ممكن الناس يتنفرون منها لأنها معقدة بالنسبة لهم سيلا لا تكلم عن زلدة أو مثل غير أو غير ها لكن في النهاية في ناس ما يحبون الألعاب هذه يقول أنا ما أرح ناقز وبروح هذا لا أو مثلا أطلق صاص أو أبي عمف أو أبي شيء عرط أو هناك ناس يحبون الثانين زي رواح عموما سأتكلم عنها إن شاء الله في الحلقات القادمة لعبة لم تتفوت مرة لم تتفوت لكن هناك لعبة ثانية الثانية الثانية 3D World ترى أنا نرى 3D World من أفضل الألعاب حلو مرة متازة لكن تغيير التغيير والإنوفيشن اللي موجود في غالكسي وفي هذه أعطيها كردت على الاستمتاع اللي فيها صح هاديسي أسهل من 3D World 3D World صعب لا تدري إشه اللي صعب زيادة موتبلاير لا موتبلاير موتبلاير جيب واحد فنان بيتصير سهلا جيب واحد ما يارف ينكبك لا موتبلاير هاديسي هاديسي أسهل من 3D World اي احسهل 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 شوف شوف مبين انه انت زابا أحمد شوف مبين انه في الموتبلاير انت اللي قعد تنكب الناس ثانين يلعبون معك شوف عموما أنا بس لك السؤال هذا في الحلقة القادمة طيب و بشوف اوك اذا كان رأيين فمعنات انه مش كلفيني احسهل احسهل طبعا مو معنات انه أنا يعني مو ما عندي أي بروغرس ماشي بالعكس قعد أحفر في كل مرحلة أجيب يعني يكون مثلا مطلوب 6 مونز مثلا 6 أخمار يجمع لي 18 الين ما خلاص علفتلي كذا ما يبان ولا شي اللي خلاص فيه أشياء مقفلة أصلا بعدين بتجيها يعني فيه مرحل مراحل جربتني عندك ماريو كان فيه أماكن مفتوحة فيها قبل أتخلصها كان فيه أماكن فيها مفتوحة لما نجيت لعبتها أول مرة ما كانت مفتوحة اي هذه من الشغلات الحلوة تلعب مرحلة تشوف انه اوك خلاص انا خلص منها وتسوي شي وترجع لها مرة ثانية تلقاها تغيرت اي هذه مرة حلوة هذه حلوة طيب عموما راح نستمر إن شاء الله نتكلم عن ماريو نعتذر أنه ممكن من أهم لعبة أو ثانية يعني من أهم لعب السنة فضروري نتكلم عنها ونعطيها حقها نعتذر من الناس اللي ما عنده ما يهتمام فيها روح شوف لك حلوة لعبها في لعبة ثانية مرة حلوة مرة ممتازة وما هي على جهاز نتندو صحيح طيب موجود على الكونسول موجود على البي سي موجود على الكس بوكس ون وعلى البلاي سيشوف فور وموجود على البي سي ولعبة فاجأت الناس ناس كثيرين كانوا متشائمين منها وفاجأتهم اللي هي لعبة Assassin's Creed Origins اللي هي طبعا بالمناسبة الحلقة برعاية Assassin's Creed Origins روح أنت المحظوظ اللي ضاع لك كودين قل لي ليش اللعبة ما عجبني الساقوة يا أحمد كان عندك ساقوة جدا ممتاز صراحة من مناقز لماريو بننقز الأساسينس كيد اللي كمان فيه مناقز أعتقد هذا الساقوة يا أخي أنا أبغى أسمع رأيك والله والله يشوف رواح أنا ترى بيك فان Assassin's Creed بس Assassin's Creed فيه مناقز كمان فيها شوف كل اللي قاعد أشوف في الانترنت شي مرعب عن اللعبة وقاعد أقول يا أخي ما أقدر أترك ماريو ما أقدر أترك The Evil Within 2 ما أقدر أترك اللعاب اللي قاعد ألعبها الحين وألعبها وفي نفس الوقت قاعد أقول يا أخي أنا قاعد أفوت على نفس شي طب كيف إيش القصة بالضبط أوكي إيش اللي يعجبك أنت بأساسينس كيد يعني بالألاب المغامرة نفسها الجيم بلاي المكانيكس حقت الشخصية نفسها إنو كيف بضب ما أكثر سيء في الموهومن والمكانيكس مادره 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 السائلث والأنك تت zaman ألي ونسى كل شيء ثاني أجيث اجيث نعم كيف تذهب لإيطاليا ووووو هميزان أووو وضع البلاك فلاك أووو مصر وفراعين وحين خذ هورايزن وخذ ويتشر وحطهم كذا مع بعضهم اوفف هورايزن ووتشر كذا اوف وف كذلك هỉا ووش تنقص بعد ما حذرتهم مع بعض لازم تنقص شوي ايو لازم تنقص الجرافيكس شوي من هورايزن ومنقص شوي القصة ومن دويتشر والشخصيات وهذه اساس السكريت أوليجنس يعني جزء جديد؟ جزء جديد تماماً أفضل؟ نقلة؟ نقلة؟ في السلسلة؟ الكمبات أحمد ستالث مرة رهيب وعندك زرع في كل مكان تتخبات تسحبو وتجيبو كده ولكن من كثر من الكمبات مرة ممتع والله يطلق فتعال تعال اوه يزدار اي امير دو شي أنا شوف في ناس قارنوا الكمبات سيستم بفورانر أقارنوا أكثر من دارك سوز أكثر من فورانر لأنه فورانر عندك فوق ويمين ويسار دارك سوز تاركت أرون و ألتو و أرتو ممتع القتال ممتع ممتع دارك سوز تسمتع و أنت تقاتل ممتع القتال ممتع القتال ممتع القتال ليس مثل باتمان ليس مثل باتمان و شادو و موردر ليس نفس الكمبات أشبه بكثير دارك سوز طمنتني تصدق أنا كنت شايل هم موضوع أنه الكمبات يكون بنفس الطريقة نفس المدرسة لا 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 حلو عندك الأسلحة بعد مختلفة عندك السيف العادي يضرب كما نساف عندك هافي بلونت وابنز اللي زي المطرقة الكبيرة بطيئة و بوف تسقا طريقة لعبك كمان تختلف على حسب السلاحة اللي انت معك لو معاك رمح طويل راح تضرب من بعيد وتضرب ثلاثة والأربعة كذا هوري تك 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 يعني أنا الأشي اللي معايا هافي بليد زي الأكس شسمه بالعربي؟ فأس فأس كبير فأس الكبير هذا يضرب بقوة ويضرب شخص واحد ومعايا كمان الرمح اللي أقدر أضرب حولي كده لفه هذا اللي تضرب مجموعة يعني تكون طبعا سلح ثقيلة يعني حركتها أبطأ و كده طبعا عندك مصر كبيرة وقت الفراعنة فأنت تتفكر كده تقول يا الله كلها بتكون صحة ومدري إيش لما تروح عند الأسكندرية فوق على اليمين في أشجار في نخل ومدري إيش وفي زرع ورح تشوف نهر النيل وفي مويا المويا أحمد مكانها غلط في اللعبة صراحة ليه؟ جاية جميلة جدا بشكل اللي خلت كل شيء بشر ثاني حولها بس شوف أنا أنا كنت أبوا أزيد عليك النقطة هالي من ناحة غرافيكس ترى ممكن تكون اللعبة أفضل بكثير على البلاي سيشن فور برو أو الأكس بوكس وينكس صحيح بس أنا لاعب هرايزون ولاعب أستاذ كريد على نفس البلاي سيشن على نفس البي اس فور فعلى الأجهزة العادية ما هي أفضل ممكن على الأكس بوكس وينكس إي تكون أفضل من هرايزون أكيد على البي سي حتكون أفضل طبعلا أستاذ كريد حجم الخريطة أكبر بكثير مرة كبيرة حجم الخريطة بس نرجع على مويا المويا أكبر من إيش؟ عالمها مرة كبير أكبر من إيش؟ أكبر من هرايزن أكبر من هرايزن يمكن قد دويتشر مرة كبيرة خريطة مرة كبيرة جدا اللعبة ضخمة يعني ضخمة جدا كمع مويا وفي مصر انت تتقف في اماكن حقيقية مهم مو مو خيالية وعندك الهرامات تشوف تلقاها برجع الموية احمد الموية شي مر استهبال طيب هي في عصر الفراعنة صحيح؟ قبل ان نرجع الموية قبل الموية في عصر الفراعنة في عصر الفراعنة متى يعني تتكلم متى بالضبط متى طبعا يعني ثلاث الاف ثمانية واربعين بي سي اوكي ايام كليو باترا يعني ثمانية واربعين قبل الميلاد ايام كليو باترا اوكي حلو حلو طيب والموية موية احمد هذي احلى موية قد شفتها في اللعبة يمكن احلى الموية اللي يشوفها هنا في الحقيقة لا جد والله جد والموية استهبال ترى هذا تصريح قوي جدا احسن موية تلاقيها في اي لعبة ايه ايه وانت واثق يعني ها مر استهبال الموية اوكي اوكي ممتاز 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 انت قاعد تشعرني زيادة عن اللعبة ايوه طبعا اللعبة كمان من التغيير اللي اختلف وانا بغاكم تنسون اساسنس كريد تماما يعني يمكن كانها لعبة جديدة ايه حتى اسمها اساسنس كريد ممكن الناس يقولون اوه هذي اساسنس كريد ما بشتريها لا لا تغلط لا تغلط هذي لعبة جديدة تماما زي ما قلت عندك سيف وعندك فاقس وعندك هذي الاشياء عندك طبعا درع وعندك اسهم الاسهم في سندكة احمد كان عندك اسهم تطلقها كأنها مسدس او لا لا كيف اسهم يعني اسهم رمب بو ايرو لا اوكي هنا عندك كان في اسلحة ايه تطلق اللي هي زي الكروس بو ايه تطلق كده طيق بس ما تصوب لا 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 هنا موجودة اوكي و زي حركة حلوة اللي خلوها KeV هيتين مشتري مسدسات عندك مسدسات تطلقا عندك شاوتقن عندك نفسطر عندك رشاش سوى نفس الطريقة بس بالاسهم 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 ايه فعندك السهم العادي اللي يطلق طلقها اللي تطلق lust فミبتو أرجع وهو يطلق ويطلق وعندك سهم يطلق كأنه رشاش فتشوف بايك يطلق معها ثلاثة صلقات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للأسلحة في الاقتصاد في اللعبة أن الفلوس اللي جمعها هي نفسها اللي تشتري فيها الأسلحة وتشتري فيها الملابس فأنا ليش أشتري أضيف فلوسي على الملابس إذا أنا أقدر أشتري فيها أنا أتم في الملابس الصراحة في الساسنس كريد تشتري واحد شكله حلو لا يعني أذكر في جزء من الأجزاء اللي هم طلعوا موضوع الملابس ركزوا عليه شوية يا تو وما كانت بعده بردرهود وبعدها ركزوا عليه من بردرهود هم اللي بدأوا موضوع الملابس ركزوا على الموضوع الملابس والأزياء واو بعدها طبعاً أخذوا الموضوع مصخوه شوي عندك في السيندكت كان موضوع الملابس الألوان بزيادة بس برضو كنت أجمع الملابس لأن الملابس مو بس شكل ملابس برضو تعطيك بس شكل بس شكل لا تطيك شيء ما يطيك اي فائدة منها فوتشر تجيب هذا يطيك زيادة سحر إي و إي و مثلاً هنا لا لا يطيك شيء الأسلحة كمان في بعضها يطيك زيادة قوتنا لنهيت لكن لا يوجد تنوع كثيراً لا يوجد سلحة أربعة سلحة لنفس الشكل وعرفتهم من أشكالهم قلت هذا عندي قليلاً لكن قليلاً يمسحوا وإذا لديك سلاح تقوم بعمل لكن في نفس الوقت لا أحتجت أن أقوم بعمل لأن كل ما أمشي أصلاً بلقى سلاح جديدة وقعد أستخدمه فأنا لم أتمكن يعني الأبغريد سالفت وفرت الأسلحة هذه خلتك تقلل اهتمام في الأسلحة قد تصل إلى الأسلحة قوية مثل الأسلحة مثل الأسلحة مثلاً في دستنيا ويجب أن تستثمر فيه قليلاً نعم، قد أستطيع أن أقوم بعمل قد أستطيع أن أقوم بعمل لكن في نفس الوقت حين أقوم بعمل الثلاثين وإذا أقوم بعمل الثلاثين فكل شيء يدفع ما يأتي أصلاً سلاح لا يوجد فرق الكبير بين السلاح الأزرق والسلاح الأسلح لا يزنوا هذا الموضوع بالضبط هذا يعتبر عيب عيب بسيط ما أثر على اللب كممكن يتقنوه ويسقلوه أكثر القصة تحسها عادي قصة 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 لأنها لا تكون أساساً كثيراً هذا أهم تغيير لا تنسى كل شيء لأخص من كلامك لديك شغلتين مهمة مرة تغييرك لن تكون محددين أكثر الار بي جي زاد شوية صح أكبر تغيير لأن قارنتها بويتشر والشيء الثاني الكمبات بويتشر بالناحية أوبن ورود والعالم وكيف أن أنت شخص وقعد تمشي في عالم كبير وعندك حصانك تنادي وتروح زي كده هل أخذ شيء من زلدة؟ لأنه تعرف زلدة أكيد أنه أثرت في ناس كثيرين منطقياً يقولك أنه مفروض أساس كريد أخذ شوى شيء بسيط من زلدة ما في ولا شيء؟ ولا حتى في طريقة الاستكشاف كيف أنك تتعامل مع البيئة هل أنت فيها؟ لا القتال القتال أكبر تغيير تركز على التغييرات وأنا قاعد أقول لك أمسح كل شيء تعرفه الكمبات هذا أكبر شيء صار عندك أسهم تطلقهم بعيد تكتلعبها كنها شوتر إذا عندك أسهم كفاية وتكتلعبها تخش ودارك سوز حتى إذا طبوا عليك ثلاثة أو أربعة أهرب لأنه ممكن أن ما تقدر عليهم إذا كانوا كبار ومعهم درو حتى الشخصيات تضاربهم مختلفين يجيك واحد ما عنده درع على طول تضغطهم واحد ما عنده درع صغير تضغط أرتو وتكسر الدرع حق وتضغطه تحضر الباب يجيك واحد درع كبير يجب ان تطلعها لكي تقوم بعمل بالرع عمل برعب تراحة عزيزة يمسك سلاحه وبعدين ينور أحمر تنور أحمر أصبح أرعب في اللعبة تبدأ من أرعب 1 أرعب 24 أو أرعب و أكثر و أستطيع أن تقتلوا أرعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ريكو جدا واحد كم لعبة أساسين سكريد؟ هل يعجب الناس الذين حبوا أساسين سكريد قبل؟ آخر أساسين سكريد حبيتها كانت برادرهود باقي الألاب، رفوليشنز، ثري، بلاك فلاغ، كلهم عجبوني حسن ديكت مرة ما عجبتني تذكر كن في يوم الهوام مرة ما عجبتني أبدا، هذه لا، هذه تعجبهم، أكيد أنا تقريبا كلها كانت تعجبني فيه شيء أقل من الآخر فأكيد تعجبني مدامنا كل المتح هذا والشيال إجارية أهم شيء، الناس الذين يتركوا أساسين سكريد، هم الذين يأتيون بيشوفون أنه، والله هنا فيه تغيير ممتاز، ممتاز طيب، متى نحن بنقيمها صح؟ متى بتقيمها؟ متى؟ في اليومين هذا الشهر؟ قريب العاجل ايه، بحاول إن شاء الله قبل أن تطلع الحلقة هذي أو مع الحلقة هذي، بحاول ممتاز، ممتاز، ممتاز حيكون فيه تفاصيل أكثر ما قال لي أخي، قعد تقريب تقيم، وفيه ناس يضعون جمالها، روعتها، ما هي جميلة، بس المويا يمكنهم ألعبوها على البرو بس المويا حلو، المويا جد، مره رهيب كيف تطلع المويا؟ خوص بك سونك، مويا جد، مره رهيب خرص، قررت سلعبها؟ بلعب على الوونكس، إن شاء الله مويا ستب أول بي سي، بي سي جاهز عندي طيب، ننتقل اللعبة الثالثة اللي عندنا، اللي هي بروجيكت كارز 2 لعبة السيارات من أحد، طبعا، الأشياء لي إن شاء الله داعس في لعب سيارات لا، أنا معجب في الموضوع لما لعبت فورزا 7 جاني اهتمام أني أريد سيكشف لعب سيارات زيانة فجاءت جي تي سبورت بالرفيوز حقتها وبعد ما نزلت ديمو آخر ديمو قبل أن تنزل اللعبة كل الناس كانوا يمدحوها، فرق عن الديموز اللي كانوا حطينا في المعارض كان في فرق كبير بينهم، وعجبتني مرة ما اسمه هذي؟ جي تي سبورت فقلت يا أخي، فيه ألعاب ثانية نزلت السنة هذه وأخذت رفيوز مرة ممتازة زي داد فور، زي بروجيكت كارستو وقلت، يعني خلينا نشوف ماذا اللي ساء يعني هذول مرة مبدعين ومرة قاعدين يقدموا شي مرة حلوة وممتازة وممتعة وإيش أقول لك، إيش أحكي اللعبتين هذي اللي هي فورزا 7 و جي تي سبورت مرة مستمتع فيهم فلما قلت خلينا نجرب أشوف الشيات فيها يعني رفيوز حقتها مرة عالية حقت بروجيكت كارستو فقلت خليت جربها، جربتها اللعبة ما تنفع تلعبها مع السيارات الثانية يعني مثلاً حين جيت لعبتها أول شي في البداية قلت لحظة، ليش أنا قاعد ألعب اللعبة هذي؟ كده أول شي، أول انطباع جاني هل تقييم العالية؟ مشكلتها، ايه، لا، طبعاً هناك سبب، بس أنه، يعني ليش قاعد ألعبها؟ أنه يا أخي مفروض ما ضيع وكتي عليها هذا الانطباع الأول اللي جاني عن اللعبة للأسف، لكن الحقيقة تقول أنه اللعبة هذي لا تقل روعتها وجمالها عن اللعبة الثانية بس أنت لازم تقرر، الفرق بين فورزا وبين جي تي أنه تقدر تلعب الاثنين كل واحدة بمود مختلف هذي لا، هذي ما أخذه من دي وما أخذه من دي وفي أشياء طبعاً إضافية مسوينها، يعني مثلاً هل في زي الجي تي مود اللي تأخذ رخصة وبدأين تفكر لك ما وصلت للمرحلة هذي، بأقول لك إيش اللي موجود فيها اللعبة، اللعبة أول شي، الأونلاين فيها طبعاً مرة ملف بشكل كبير مرة لدرجة أنه يسوي لك بطولات أونلاين، يعني كأنها إي سبورت هذا أدفانتج ما هو موجود في اللعبة الثانية لا أنا عارف جي تي سبورت يأخذون الناس الترفيين، فلين بيسفرونهم؟ هذه أونلاين، إنها موجودة، البطولات موجودة، وكل شي، والمود، تلعب والله، تلبيل القوي هذا هذه تعتبر أدفانتج قوي جداً في اللعبة، عندك شي ثاني، كمية التفاصيل اللي ممكن يعطيكها في الهد، أنت تقدر تزود أشياء يعني مثلاً، اللي موجودة عندك في الشاشة نفسها، وانت تلعب، تعطيك تفاصيل زيادة مثلاً، دخلت بطولة، أنا واحدة من البطولات اللي دخلتها كانت بطولة فورملا نكبت نفسي، أنا أول شي جربت بطولة فورملا، ما تقدر تطلع تقنسل البطولة هذي، خلاص، أنت في الكرير دخلت بطولة فورملا لازم تخلصها، هذه واحدة من العيوب تعتبر في اللعب، مفروض إنه أبغى تقنسل بطولة أقنسلها، ودخل شي ثاني أو توقف باز أو إنه يمكن ما أعرفت أنا أطلع، برضو هذي عتبراي، لأنه مفروض ما أعرف كنت في اللعب الثاني مواجهة المشكلة سم الحلقة أحمد زلابة في كل لعبة أوه، أوكي، نعم، بغاية صحي إلا أوش دارك سولز، بس دارك سولز فجأة كده تعطيك أصبر، تعطيك تفاصيل زيادة مرة كثير، لما جيت لعبت هذه حقة الفورملا، من كثر الواقعي اللي موجودة في اللعبة طبعا فيه جانب واقعي مرة، وفيه جانب ما هو واقعي الجانب الواقع اللي فيها إنه تعال يا حبيبي، أنت أول شي عشان تدخل بطولة هذه، لازم تصنف فتدخل يعطيك نص ساعة كده عشان يصنفوك على المضمار، إنك تجيب أحسن لاب هذا اللي يسوينا في السباقات الصدقية أيوه، عشان يحددون من الأول ثاني ثاني سلام عليك، فيه تصنيف، عندك نص ساعة أقعد أكحن في ذالمكان، حوس فيه أليه ما يصنفوك وتنكب، يعني قول أنت شديت حيلك في اللاب هذي، كل شي هي لاب، سيد يعني، ما اسمه اللاب بالعربي؟ اللفة اللفة، يعني اللفة كاملة، اللفات طبعا أنت موجود عندك وقت متاح في وقت التصنيف، فأنت تحوس تحوس وفيه ثانيين سيارات ثانية تحوس معاك، يخلص عليك البنزين هاتي خلص علي البنزين كده طالع كي قلت من جدهم ذولي، يبقونها عبي بنزين في التصنيف، مستحيل يعني نكبة، عرفت اللي، واو كثير كده، مرة كثير، سالفة في شي ثاني مرة لفة انتباهي، اللاب اللفة اللي أنت تبدع فيها مرة، تغلط غلط واحد، انتهى موضوعك، ما في ريوايند ترجع الوقت، ما في فور زي ريوايند بس أنه يعطونك فنلتي عليها، ما في فنلتي يا ابن الحلال حتى فنلتي ما في هذا أول سكول يا حبيبي يقول لك خلاص انت غلط غلط، انتهى موضوعك، تبقى تسوي ري ماتش للسباق، ما في مشكلة، غير كده ما في في جي تي كانت مقبولة لانه تقدر تعور، لانه إذا طلعت برة تراك، يشيلوك ويرجعوك للتراك، يسهولك كده خلوك إنفنسبل شوي، وترجع للتراك، هذي لا حبيبي، ما في شي يرجعك، انت ترجع للتراك مثل الكلب، فتخيل انت تقعد، وهذه واحدة من الأشياء الوسخة اللي في اللعبة، إذا قعد ضغط بريك، ما هو أوتوماتيك يسوي لك ريويرس، يرجعك ريوس لازم تعشق ريويرس تبقى ريويرس وريوس ريويرس لازم تضغط سوي، يعني ما حيرجعك للتراك، لازم انت بنفسك ترجع، ولازم انت تحط ريوس، وترجع، فشوف كمية الوقت اللي ممكن يضيع في اللحظات هذه ني فهذا الجزء الواقعي المزعج اللي انت لازم تتعود عليه، الأشياء الإيجابية كمان في الموضوع إنه عندك أول شيء ايه، إذا جيت مثلا شات حيلك في لاب مرة كويس، وفجأة ما انتبهت والله للمراية، وجاء واحد خبطك، مع السلامة يرحمك مع السلامة، السيارة تحوس عليك دوب 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 فجأة كذا، عشان تطلع من فيلم طبعا أنا الموضوع هذا ضايقني وفي نفس الوقت شده تمامي، قلت لا قدام منهم أخذوا الموضوع للمرحلة هذه وتقييم اللعبة مرة جبار، أبغى أجرب زيادة وزيادة وزيادة وهذا اللي حسويه حترك كل ألعاب السباقات الثانية أبغى نسر، وش السر؟ أبغى أشوف، لا لأنه فيها واضح موضوع الواقعية، فيه تربية في الموضوع عرفت يعني فيه شفت كيف الاستهبال حق دارك سولز في ألعاب المغامرات وكذا، فيها تربية أتوقع أنه هذا نفس الشي يبغوك تتربى في الحالي، وفيها مزايا طبعا لعبة شيئا كثيرة يعني عدد المضامير، السيارات، التنويع في السيارات يعني قلت لكفورملا موضوع شاطح شوية، عندك سالفة الدراكسون الويلز اللي تشتريها هذه الدراكسونات اللي تشتريها كأكساسوار وكذا كمباتبل مع ماركات مرة كثير والنواع مرة كثير، والكمباتبلتي والتوافق اللي يصير توافق من المبرمج نفسه لكل واحدة فمعطيك مجال أكثر أنك تتسمتها، فطبعا هي واحدة من أهم للعاب السباقات صراحة ولازم أعطيها حقها عشان أقدر أقارنها باللعاب الثاني، السنة هذي اللي فيها ألعاب قتال كثير، اللي فيها ألعاب سيارات مرة كثير، وكلها ممتازة وفي عندك ألعاب مغامرات مرة كثير، وأجهزة وعيش، صحي س değer bulan دوبة كثير نعم نعم و��운 تقيماتها عالية دستني أولا كان هناك أنواع الشوتر نعم الأن من الآن يحدث قليلاً بعض الأساة الأجداء وكاة الدولة ليس الآن النومب لا، لا، بس قررناه في سنوات ثانية هنا الفكرة لما جاءت فترة أن العاب القتال والسيارات كانت خايصة حتى العاب لتنزل القتال كانت خايصة حتى العاب السيارات كانت خايصة أو أنه لا يوجد لعبة واحدة مثلاً عرفت الآن صار فيه مناقصة قوية لا بأنه راح أتلاح بشوي سأشوف الألعاب الثانية زادت أنا هذا اللي أكسد يعني يا أنها قلت شوي أو أنه النسبة زادت وهذا هو لي فصرت النسبة قلت عموماً بتكلم عنها إن شاء الله بعدين قد أرى ما تريدوani لا هناك عيوبة اللي أضعها في نسخة الأكس بوكس أنا أقوم بعمل على الأكس بوكس أقوم بعمل على الأكس بوكس انا أقوم بعمل على الأكس بوكس ورأت كامل مقارنات أنا أرى مقارنات بين هوبينز وفورزا على البسي وبرو مرة أحسن كثيرة من الأكس بوكس الأكس بوكس يصير لك السيد Iron واللدروبس تصيرك دروبس والفريمات وكذا وضايقتني شوي بس انه أفرال اللعبة ما ظهرها جميل جدا ما توصل الاشياء الثانية اللعبتين الثانية بس ما بغى احكم لانه هذه يقول لك انه عملية التحكم مثلا تروح مضمار مثلا صحرة تخلي الجو ثلج مثلا وتشوف طريقة الثلج وتعامل وكيف مع السيارة ومع الساحات حق الوينشيلد عندك الغزاز الامامي يقول لك يعني التنوع البيئي اللي موجود فيها يعتبر ميزة في اللعبة فبغى اشوف الاشياء هذه لسه بغى اكشفها هاي اش باطي افرصة شوي زيادة يعني طيب اه ها عرفت ليش اني ماسك جواليته حايا طيب كده يكون خلاصة فقر تلعاب مين ايب الوذن ما حطيتها ما حطها تتكلم عنك اي اوب ديت لها عندي اوب ديت خلاصة عطنا اوب ديت اوب ديت سريع اي الاب ديت السريع انه اللعبة في عندك زي الواكي توكي هذا والريديو تقدر تتكشف اشياء تكون مهمات جانبية وممكن تكون مهمات رئيسية مهمات الجانبية ممكن تروح تتكشف شي صار حادثة صارت في المكان هذا ممكن يدلك على مثلا مخزن اسلحة متوزي في المكان هذا طبعا يعطيك حساس بانك تلازم تتكشف في المكان هذا اكتر ممكن يعطيك ايطم يا شباب مهي ضعيفة و سالفة الابغريد اللي موجود فيها والتطوير اللي قاعد يصير فيها مرة حلوة لعبة جميلة يا شباب لازم تلعبوها وجميع يعني حتى مع اللعبة اللي بعد الـ podcast اللي راح بعد الانطباعات اللي اللي لعبتها هالسبوع ايه انا تأكدت عندي تأكدت ايه انا اقولك زيادة سالفة الواكي توكي هذا اللي تجي تشوف сигنال معينة اشارة معينة يقوم يبين الصوت اكثر المترجم للقناة 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 بسيطة صحيح؟ بسيطة من هنا ناحية يعني بس كده بينولك شوية منها ايش الهيسر كده؟ ايش الهيسر كده؟ ايش الهيسر كده؟ ايش سعره رح يكون اعتقده 40 دولار ايش بس بتنزل في 22 فبراير ها؟ طيب الخبر اللي بعده؟ نينتندو تكلم عن Animal Crossing Mobile اسمها Pocket Camp ايش و الناس اللي لعبوا Animal Crossing New Leaf رح تكون مشابه للكامب سايت و رح تكون انت كامب سايت رزيدنت و عندك الكمبر عرفت السيارة الفان كيف تتنقل فيها تتكلم تروح للبيتش و تروح لعماكن مختلفة و فيها مايكرو ترانزاكشنز المايكرو ترانزاكشنز هذي تتسرع الجامب تستخدم ليف تيكت يعني تقدر تلعب اللعبة في دوم ايه هذي اللييف تيكتز تخليك تقدم الوقت يعني تقعد تبني مثلا المكان ممكن ياخد له 24 ساعة وهذا 24 ساعة حقيقية هذا تصدق شي حلو انه الناس اللي ما جربوا اللعاب نينتندو بالطريقة حقتها الكاملة ممكن يجربوا Animal Crossing هذي أنا توقعتها تكون أبسط بكثير بس طلع فيها بالنسبة لعبة جوال يعني متى بتنزل تنزل في نوفمبر قالوا نهاية شهر نوفمبر نهاية شهر الجاية بس سربت بالجوجل بلاي حق استراليا يساعد آخر غوجل بلاي أستراليا بل غلط تستنغ بس فا أستراليا أندرويد أندرويد أستراليا أندرويد سعودية كويسين يجربوها ويعطيهم فيدباك كويس صراحة بنا طيب الخبر اللي بعدو انجستس 2 قديمة للبي سي بادري بادري من عمرك م periods لماذا تأخرت ذلك لا أعلم لا أعلم حسنا حسنا هناك شيء آخر لكن تبقى تقول كان مفروض البيتة يبدأ 25 أكتوبر لكن قبلها بيوم قالوا ما سيبدأ البيتة بكرة سنقول لكم أنا أستغرب أن هناك ألعاب من شركات ناشرين كبار يأخروا نسخة البيسي ناشرين ورنر برادرز واللعابة لنزلها على البيتة قبل كانت باتمان أركم نايت فلا يريد أن يغلط نفس الغلطة فلا يريد أن يأخرها بدلا أن يجب ناس هو تيم ثاني هذا تيم ثاني البيتة يمكن أن يكون أصعب لأنه لديك مليون 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 من البيتة مليون من البيتة أو مليون من البيتة هذه المشكلة كانت سابقة الآن الآن لديك أدوات تستطيع أن تحدد لك ما هو متوسط الأفريج الأفريج في الاستخدام لأنه دائماً تجد تلاحظ الألعاب الجديدة التي تنزل تقريباً كلهم في نفس المستوى يعني مثلاً عارفين مثلاً عدد المستخدمين لديهم الفيديو كارد هذا الفيديو كارد هذا فيطلع لك زي المتوسط لأنه هذا المفروض اللي يكون الشيء الكويس اللي نقدر نبرمج عليه اللعبة وفي عندك النسخ الثاني لأنه هي نفس البورت في النهاية بس أنه قاعد تقلل على حسب قوة الأجهزة نفس اللي قاعد تصير مع البلاي سيشن برو والحين مع الأكس كمان يعني لو نزلوها الموضوع ما هو صعب ترى مرة يعني هو الأدوات الحين صارت كثيرة مرة هي تسهلت عن أول بس للحين الكونسول يمكن أسهل لأنه عندك جهازين أو أربعة جهازين يعني ما في كثير فكلامك صحيح لكن لسه بس سهل عن أول للحين الكونسول يمكن أسهل نقول لك أدوات زي مثلاً لما نجيت شغلت فورزو 7 على البي سي ما عدلت ولا شيء في الستنجز الوتميزيشن اللي كان موجود فيه خرافي مقارنته مثلاً بفورزا هرايزن 3 كان سيئ جداً كان سيئ بس طفي شيء واحد اللي هو MSAA هذي لو طفي يخلص اللي المفروض أصلاً يكون شغال عندي على الفيديو كارت حقي تماماً فهي الفكرة أنه زي ما لبلوا ما اسمهم التيم هذا اللي سوى فورزا زي ما سوى في شركات كثيرة قاعد تسوي نفس الشيء يحطوا لك أدوات بسيطة جداً وفيه برايريتي عندهم انت سوي ابتوميزيشن على حسب الهالي يعني تسوي ملاءمة على حسب قوة الجهاز عندك مع الاعدادات الموجودة في اللعبة اتمنى ان تكون بها السهولة ايه طيب الخبر اللي بعده عن دستيني 2 ايه ففي دستيني 2 حنيين زي ما انت عرف زي ما انا قاعد تكلم ما في شي تسوي فاضي لايبة جداً فاضي نفسك لو سمحت الناس اللي 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 لعبوا مرة كثير بثلاث شخصيات وخلصوا كل شي بالنسبة لهم فاضي الناس اللي ماشيين على مهلهم واللي عندهم يعني واللي ماشيين بأقل سرعة يعني فيه ناس ما كملوا الثلاثمائة وخمسة في كل الشخصيات والله حصل المستحيل يعني رواحك اللي يطلع في اللعبة وانت قاعد دافع عند دستيني اية لان هذا طفك الله ويوجه أيضاً وفيه ناس مطافيك أكيد انه يطفش بسرعة وانه يقولonde ليس دا لالعبها طبيعي دا كل اسبوع من اسمالاً برسل جميلة كل اسبوع من 농ي دير م ответ لما يودìn disappearing ويتكلمان عن كل شي شراء ويتصداد north مقال يسمى كريستفور بيرت فايقول نبغى في الاشياء اللي قاعدين نحن نشغالين عليها برايفت ماتشز بي 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 راح تيجي في بداية 2018 وحط كم شيئ هما كمان شغالين عليها برايفت ماتشز؟ كروسبول انت لتحدد مين اللي ضدك وكذا وكذا وحاء نزيل منافز زي بحيله راب عزم أصحابي بنلعب حنا لضوط بعض او اوكي اوكي صح اوكي صح وكمان حطوا اشياء اللي قاعدين نشغالين عليها بذكر منها اللي هي و hola new systems and rewards to give our most engaged players additional optional pursuits البرستيج زي الريد والنايتفال بيحطون جوائز أفضل لها لأنه ما في أي فائدة أنا لعب بريستيج عندي كل شيء حلو بيحطون جوائز أفضل للناس اللي يعيدون سترايكس واللي يعيدون يسوون الادفنترز واللاست سكترز والله المفروض لأنه سترايكس مرة خاصة سوية ببليك إفنس ما حتى ستوية سترايكس حاليا يعني برد ما حتى سكناها عدلوا كمان شوية في كروسيفل زي سبريميسي سبريميسي هذي اللي زي كل كنفرمت في كروسيفل زي تقتل واحد تروح تجمع شي من جثته فالحين إذا قتلت واحد تجمع نقطة وإذا جمعت الشي هذا بتجمع نقطة ثاني وصورفايفل كان كل أحد عنده ثمان أرواح نحي ننزلوها لستة وبيعدلون كمان في ايرن بانر وفاكشن راليز بيخلون الجوائز كمان أكثر يونيك حتى في اللوست سكترز كمان نعم بالقل بطريقة غريبة بطريقة غريبة بطريقة غريبة المترجم للإشارة كم لجنزة شارت لديك؟ أنت لا تلعب كثيراً، لكن كم لديك؟ كما تلعب لك؟ كم شارت لديك شارت؟ كم شارت لديك شارت؟ كثير لا تعرف كيف تلعب زور يأتي وتشتري منه سلاح مثل 23 تدني أن تشتريها كلها؟ كلها، ثم تفكر أنا مثلاً عندي 700-800 وأنا لا ألعب سرلي أسبوعين مرة، لا منها أي فائدة كيف تجمع عندي؟ يدورون طريقة كمان نقدر نقوم بإستخدامهم والإيموتس لا لديك إلا واحد يمكن أن تغيرهم شكراً أخيراً من دستني وانوح والله بديهية هذه تصدق؟ غريب الموضوع لكنني أعجبني أنه هذا الإشاع كلها، لنذهب إلى الفونمز ويكتبون نبغى كذا، نبغى كذا، نبغى كذا، كلها كلها فيدباك هذا من الأشياء الحلوة صراحة عندهم فبداية 2018 هل يحب أن تغيرها؟ دستني 2 هل يمكن أن تغير الموضوع عن كلها؟ لا يوجد كلها لا يوجد كلها لماذا؟ لا أردت قامة كلها تغير الموضوع فقط تغير الموضوع يصير يطيح لكل أحد بعد شهر واو صدمتني والله ما سويت بري ودره متأكد من المعلومة هذه؟ طبعاً تسأل رواحاً إذا متأكد عن الريستري لا لأنه قاعد أفكر في الموضوع الناس اللي ما أصلاً لعبوا اللعبة وما اشتروها إلا بعد ما شاف الشباب كلهم قاعدين لعبوها وعندوك هولد هارت سوي لها بري ودره والله ايه او انه يمكن يوزر ثاني يمكن شعر اللي بمئة دولار بس ايه بس انا المتأكد انه بري ودره عموماً بس انا سألتك السؤال هذا عشان اقول لك انه كولد هارت حقي قوته 299 ليش مو ثلاثمين وخمسة طيب ما نادر الموضوع مو ثلاثمين وثلاثمين وخمسة كذا ناس كثيرين ما وصلوا للمثلاثمين وثلاثمين كثير جاي بنافخ عليك ويزعب كذا لانه في ناس 305 هم 305 وعندوهم ثلاثمين وخمسة وما عندهم كولد هارت كيف يخليه ثلاثمين وخمسة ليش طيب اي اوتو ريفل يخليه ثلاثمين وخمسة مشكلة يكون عنده صار له دروب قديم على كان البيس حقه ضعيف وقواب ما وصل لله هذي الغلطة مرفوض انت ما تقويه للمثلاثمين ما تقوي شيء حسنا بس برضه عشان تزود الار ما اسمه اللايت حقك لانه خليه في الفولت ما حتاج تلبس كل شيء لما تخش يا حبيب سترايكس وانت ضعيف والباقين كلهم اقوية تضطر تسوي المستحيل عشان تتلبل معهم والكولد هارت ارى مره افكتف ترى معليش نعم تكريش نوفمبر مرات ترابو تراب بس سارة يجب أن نزلها على XBOX 11 ليس الوقت ليس الوقت نظام برأي Nights into dreams على XBOX 60 و Deadfall Adventure XBOX 60 حقكي بلاي سيشن؟ لا تظهر لا تظهر حسنا، هل تظهر الخبر لدينا؟ أعتقد أن أحمد يظهر الخبر بعد قليل لأنه لا تظهر لا تظهر أنا أفاجئ لأنه يظهر الخبر عندما تظهر رتبتها، هل تظهر؟ حسنا، ما هي الخبر الموجودة لديك؟ الخبر حسنته كده ما هو مره ضروري بس ما قلت لديه ما هو؟ بلزرد وبحت أنه إذا أنت تستخدم الـ Voice Lines حق الشخصيات في Overwatch كثيرا ممكن أن يأخذ أكشن لأنه يجب أن تتكلم مع الناس أو تطلع صوت حسنت أنه مرحبا كثيرا تضغط إلى تطلع صوت و تقوم بإموت و تسعر في اللعبة و تجد من لوت باكس و تصويته كثيرا يسعر لك ما يعني إذا قلت تطلع صوت من أني أقوم بإموت أني أفضل أتفضل هاي 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 هاسا ما رأيكم من اللي راح تاخذ أقوى لعبة رعب The Evil Within Two أو The Resident Evil أو Outlast وشي ثاني مع كورونا أو بيتزا بيتزا Outlast طلح من الحسبة معنا يعني لها 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 The Evil Within Two أو The Resident Evil بقدر أحكم إذا خلصت The Evil Within Two لأنه شكلها هي بتقوم تفوق والله شكلها لأننا The Resident Evil Seven عشان كذا قاعد أقول لك يا أحمد يا حبيب قلبي أرجوك برضايا عليك و برضايا على كل الشباب The Evil Within Two إلعبها ترى قصيرة ما هي طويلة كنت بغاني أتركها وأترك ماريو وألعبها لا ماريو ما تتركها ممكن ما تنام عشان تلعبها عادي بس هذا مع كورونا والبيتزا والله على حسب الموت بعض الأحيان البيتزا تشتهيها بعض الأحيان بس المكورونا أكثر بالنسبة لي والله مع كورونا أنا والله ما أميل لهذا ولهذا لأني أنا ذقت أشياء بنت كلب في الثانية لكل يوم ما أقدر ما أقدر ما أقدر قل هذا أحسن كله متازين طيب طيب شاركة لبعدها عندنا كايتو 27 يقول السلام عليكم السلام عليكم هل تنصحوني أشتري نينتندو سويتش وهل لو شريتها عشان لعبة زلدة لحالها يستاهل أو لا؟ أخي عندك ماريو عندك زلدة عندك ماريو كارت عندك حبيبي عندك مكتبة ألعاب ماريو رابدز ما تصير لا 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 ادخل ادخل كل يوم كل يوم ادخل شوف كمية الألعاب الجديدة كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم لا 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 دخل يا حبيبي كل يوم هناك ألعاب كل يوم هناك ألعاب لا أحمد قصد عندك لي أن تستاهل قصدها كل أسبوع ألعاب تستاهل لا هم يجددون ستور كل أسبوع لكن بعض الأحيان يكون هناك تحديد في نصر أسبوع أنا أتكلم لك الآن الفترة الحالية التي نمت فيها كل يوم لا لا يوجد كل يوم من الحلال انا اتابع ستور انا اعرف اذا فيه او لا انا اتابع كل يوم لا صدق ايها في كل يوم فيه 365 يوم في السنة انت قصدك كل 365 لا لا بده في مارش الفترة هذه الفترة هذه الفترة هذه كل يوم في لعبة خلاص صادق دقيقة لا 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 احماد انت قصدك في المئتين وسبعين يوم هذي كل يوم في لعبة احنا اليوم تاريخ كم احنا اليوم 27 اكتوبر 27 اكتوبر حلو يعني 27 يوم كله كان فيه ألعاب دقيقة عندك 27 عندك الحين بقولك الحين اللي جاية ابتداء من ثلاثين في لعبة في 31 في ثلاثة أربعة ألعاب في اثنين نوفمبر في واحد في لعبة واحدة طب نوفمبر تبدأ تقل اتسف اكتوبر لا لا اكتوبر ن insta افتح بضل لازم بالفصلة وايه اخاذ لكني ستجعلني أكمل كلامي أنا أقول لك هناك أصبحت تأتيك أسبوعياً دائماً يوم الخميس بالليل ساعة سبعة بالليل ويعني بعد ما يتغير الوقت في أمريكا وذا ستصبح ثمانية بالليل وفي أصبحت تأتيك اليوم الجمعة الصباح اللي هي عادةً ألعاب ننتندو أو الألعاب التي تنشرها ننتندو أو لها يعني تسويق من ننتندو أو ألعاب الثرد بارتي اللي تنزل فوقات محددة زي ألعاب الثزدة مثلاً دوم وسكايرم وهال هالأمور كذا دائماً النظام عندهم بس لو تجي للمعتاد دائماً كل خميس بالليل زي ريليس حق البلايستيش اللي كنت ثلاثة صح ولا لا عموماً أنا قاعد يدخل أشوف مثلاً في 26 ممكن نزلت مدري كم لعبة في 27 نزلت كم لعبة 25 ما لقيت ولا شايف 24 في كم لعبة 23 في كم لعبة يعني الفكرة هي الفكرة موش يعني أنه تكون حرفياً بس هي الفكرة أنه الفترة الأخيرة وجهاز السويتش أصلاً من أول ما طلع إلى الآن في مكتبة ألعاب ضخمة جداً وفي ألعاب كثيرة ممتازة يمكن يغلب عليها موضوع أنه في ألعاب أندي كثير لكن حتى ألعاب أندي ممتازة ممتازة اللي موجودة فيها صحيح ألعاب سويتش أو لا يشتري سويتش؟ ألعاب سويتش؟ لا تخلي هدفك أنك تنتقل لا يعني حاول أنك أنت تستكشف أكثر حتى ترجع لها بعدين ترى يعني بترجع لها بس في الوقت الحالي أي عالم تدخل وهذا اللي أنا استفدت منك لما قلت لما قرأت ريفيو إذا استمتع بكل مرحلة يخذ وقتك فيها انبسط فيها وبعدين نروح لا لا تقل عن عشرة عشرة هي صح؟ لا بعض الأحيان يطلبون منك أكثر والله يعني حاول أنك توصل لرقم يكون كويس خمسي في المئة زيادة من عد المطلوب طيب محمد كومنتري يقول وش شروط مشاركة المشاركة قصة علشان تعرضوه في الحلقة غير شتم وقذ ما دل شلون يقول علشان تقل عدد الأسئلة مو لازمة حاول أن تذكروا كل شروط حبيبي احنا ما عندنا شروط معينة هم شيء أنه ما يكون فيه يعني سب أو كلمات بذيئة وحاولنا تكون مشاركات تكون مميزة أكثر أو تكون لها علاقة بالألعاب اللي احنا نلعبها أو شاطح احنا ما بترمام ما فيه شروط معينة معينة أنا أشوف التويتات كلها وأشوف أنقي التويتات اللي أحسها تنفع للحلقة فعادي شارك يعني ممكن أنت تشارك الحين شاركت وقرأينا مشاركتك ممكن السبوع الجاي ما نقرأ مشاركتك ما تدري بس أنت دائما شارك يعني لأنه نحن نبغى نعطي فرصة للناس كلهم طي ومحمد ترى محمد كومنتري قرأينا له كثير هو متابعين الجميلين جدا طيب Fallen يقول سؤالي في الصورة السؤال هو السلام عليكم السلام ألعاب الفايترز صارت كثيرة جدا على أي أساس يختاروا لعبة وتصير عليها بطولات عالمية وألعاب ثانية تعتبر قوية لكن ما نشوف عليها بطولات زي إنجستس لا إنجستس فيها بطولات على سبيل المثال ومثال عكسها ستريت فايتر الفانس إي الإقبال عليها وناس الشبون يتفرد جيد إي إنجستس لا بالعكس كانت مجددا في إيفو المترجم للقناة 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 المترجم ليستحصل المترجم للقناة خشفك ولقناة سنجم Tekns المترجم للقناة سنجمد